موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف العاشر أحبكم من جديد كما استعرضنا في الحصص السابقة الجدول الدوري وتعرفنا على الجدول الدوري وما هو تقسيم هذا الجدول إلى دورات وإلى مجموعات وتقسيم هذه العناصر تم التعرف عليها واكتشافها في هذا الجدول هناك الكثير أعزائي الطلبة انتظرونا بعد الفاصل موسيقى أهلا بكم من جديد أعزائي الطلبة استعرضنا في الحصص السابقة الجدول الدوري وما هو تقسيم العناصر في الجدول الدوري الآن أعزائي الطلبة بعد أن تم اكتشاف 119 عنصر وتم ترتيبهم في هذا الجدول للتعرف على خواصهم سوف نقوم اليوم بدراسة أو بدراسة الخواص لهذه العناصر في هذا الجدول الدوري قبل ذلك سوف نستعرض سؤال بسيط أعزائي الطلبة فيما سبق دراسته هذا السؤال عبارة عن عناصر ثلاث مجهولة X و Y و Z العنصر X له ترتيب إلكتروني 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2 هذا هو السؤال والثاني Y عنصر مجهول أعزائي الطلبة وينتهي ترتيب إلكتروني B4S2 والسؤال الثالث Z أو العنصر الثالث Z والسؤال عليه أن هذا هو ترتيب لأقرب غاز نبيل وهو الأرغون وكما ذكرنا في الحصص السابقة أن هناك ثلاث أنواع من الترتيب قد يسأل عليها الطالب ترتيب في تحت المستويات ترتيب في الأفلاك وأيضا ترتيب لأقرب غاز نبيل وكما تشاهدون معي ثلاثة عناصر X و Y و Z وكما ذكرناهم كل واحد منهم له ترتيب في تحت المستويات ولأقرب غاز نبيل المطلوب تحديد موقع العنصر Z في هذا الجدول دائما عندما نريد أن نحدد موقع عنصر دائما نتكلم عن موقعه إما دورة والمجموعة يا ترى هذا العنصر Z في أي دورة يقع وفي أي مجموعة عزيز الطالب كما ذكرت أن لتحديد رقم المجموعة هو مجموعة عدد الإلكترونات الموجودة في آخر مستوى وزع به هذا الإلكترون نشاهد معا أن الإلكترونات وزعت في المستوى الرئيسي الثالث مجموع عدد الإلكترونان في المستوى الرئيس الثالث إلكترونان في S وإلكترونان في P إذن مجموع الإلكترونان أربعة إذن هو يقع في المجموعة الرابعة ويا ترى هل هو يأخذ رمزة A أم رمزة B كما ذكرنا أيضا أن العناصر تنتهي توزيعها بتحت المستوى P تأخذ رمزة A لأنها عناصر مثالية العنصر الفلزي بين العنصرين Z و Y كيف يمكن تعرف على هذا العنصر هل هو فلزي أم غير فلزي من موقع العنصر في الجدول الدوري إذا كان العنصر يقع في المجموعة الأولى والثانية وأحيانا عنصر وحيد في الثالثة قد يكون فلز وعندما يقع من الخامسة وحتى السابعة إذن هو لا فلز سوف نشاهد معا العنصر Z العنصر Z ينتهي بـ 3P5 3S2 و 3P5 إذن هو يقع في المجموعة السابعة إذن هو من العناصر الهلوجينات إذن هو لا يعتبر فلز بينما يعتبر لا فلز كما ذكرنا أن العنصر Z ينتهي بـ 3S2 و 3P5 إذن هو يكتمل بـ 7 إلكترونات أو ينتهي ترتيب إلكتروني بـ 7 إلكترونات إذن هو يقع في المجموعة السابعة إذن هو من الهلوجينات إذن هو لا يعتبر من الفلز المطلوب مني اختيار فلز بين العنصرين طب نرى العنصر Z الآن العنصر Y العنصر Y ينتهي بـ 4S2 كونه ينتهي في 4S2 إذن هو ينتهي بإلكترونان إذن هو يقع في المجموعة الثانية وعناصر المجموعة الثانية كما ذكرناها هي من الفلزات الأقلاء الأرضية إذن هكذا يكون إجابتي طبعا العنصر Y وليس Z السؤال الأخير حدد نوع العنصر X نذهب سويا إلى العنصر X ونرى ترتيبه الإلكتروني كما تشاهدون هو 3S2 و 3P2 إذن أيضا هو يقع في المجموعة الرابعة يا ترى نوع هذا العنصر هل هو مثالي أم هو انتقالي النوع إما مثالي أو انتقالي كونه ينتهي بتحت المستوى P إذن هو عنصر مثالي ويأخذ الرمز A كما ذكرنا أسبقا تشاهدون معي أعزائي الطلبة صورة الافتتاحية في كتاب الصف العاشر هي عبارة عن عائلة يترى ما سبب وضع صورة عائلية في هذا الفصل هو الهدف هو التشابه إذا تواجد التشابه بين أفراد العائلة إذن هم فعلا من عائلة واحدة إذن أوجه الشبه تجعلني أكون في هذه العائلة أو من ضمن هذه العائلة كذلك أيضا العناصر توضع في مجموعات واحدة حسب التشابه في خواصها سوف نستعرض معا هذه الخواص أول خاصة نتعرف عليها عزيز الطالب هي التدرج أو الميول الدورية هي نصف القطر الذري نصف القطر الذري تعلمنا في الدروس السابقة أن الذرة ليس لها حدود عزيز الطالب إذن لا يمكن تحديد حجم هذه الذرة طب كيف ممكن معرفة أو قياس هذا الحجم يا ترى يقول لأنه بطريقة مباشرة لا يمكن ولكن ممكن تقدير الأحجام النسبية إذا تواجدت الذرات في تركيب البلوري عن طريق أشعة الأكس لمعرفة المسافة التقريبية للأنوية طبعا هم العلماء أحضروا ذرتين من نفس النوع مثل ذرة الهدروجين وقاموا بقياس المسافة بين هذه الأنوية تمام؟ وبالتالي تقدير هذه المسافة من خلالها توصلنا إلى المسافة لحجم هذه الذرة ما هو يا ترى نصف القطر الذري عزيز الطالب؟ هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين في النوع في جزئ ثناء الذرة إذن إذا كان مركبي عبارة عن بلورة صلبة ممكن تقدير المسافة في الأنوية من خلال أشعة أكسي أما إذا كان الجزئ ويتكون من ذرتين ممكن معرفة هذه المسافة من قياس المسافة بين نواتي ذرتين هي الهدروجين والهدروجين الأخرى قياس هذه المسافة متوسط هذه المسافة يمثلي بنصف القطر الذري نريد أن نتعرف عزيز الطالب هذا النصف القطر الذري يا ترى ماذا يحدث له في الدورة الواحدة وفي المجموعة الواحدة؟ قبل ذلك نريد أن نتعرف على وحدة القياس لنصف القطر يقال أنه تم تقدير المسافة بين الأنوية في جزئ البروم ثنائي الذرة بي أر تو تساوي 228 بيكو متر والواحد بيكو متر يساوي 10 السالب 12 من المتر وبالتالي فنصف قطر ذرة البروم بالتالي نصف المسافة راح تكون 114 بيكو متر إذن نصف القطر الذري لذرة ما يدل على الحجم الذري إذن عندما نعرف نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماتلتين سوف نتعرف على حجم هذه الذرة تقديرا طبعا نسبيا سؤال الآن عزيز الطالب ماذا يحدث لنصف القطر الذري أو الحجم الذري خلال الدورة الواحدة والمجموعة الواحدة؟ نلاحظ أن الحجم الذري يزداد أي نصف القطر الذري يزداد في المجموعة الواحدة كلما انتقلنا من بداية الجدول الدوري إلى النهاية يعني من أعلى إلى أسفل نلاحظ كما تشاهدون معي في الصورة بداية بالليثيوم والهادروجين طبعا صغير جدا نصف قطره تمام؟ بعد ذلك يليه الليثيوم ثم الصوديوم ثم البوتاسيوم والرابيديوم تلاحظون معي أن بدأت حجم الذرة تكبر تدريجيا كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل هذا يدل على أن نصف القطر زاد في المجموعة الواحدة يا ترى ما السبب عزيز الطالب؟ أن كلما زاد العدد الذري في المجموعة الواحدة وهذا شرط أساسي في المجموعة الواحدة كلما زاد العدد الذري نبدأ بملء مستويات طاقة جديدة وعندما نقوم بملء مستويات طاقة جديدة عزيزي طالب سوف يصبح عندنا كثافة من إلكترونات تحجب تأثير النواة الموجبة الشحنة إلى آخر إلكترون في مستوى الطاقة الخارجي وبالتالي تقل قوة جد النواة لهذا الإلكترون وعندما تقل قوة الجد بسبب التأثير أو الحجب الذي حدث من الإلكترونات المتواجدة في مستويات الطاقة الممتلئة يصبح التأثير خفيف بين النواة وبين الإلكترونات عزيزي الطالب وبالتالي يزيد النصف القطر أو يزيد الحجم الذري إذن كلما نزلنا إلى أسفل في الجد والدوري عزيزي الطالب تضاف إلكترونات في مستويات طاقة جديدة وأعلى بالتتابع ويصبح المدار الخارجي طبعا أكبر مما يزيد من درجة حجب النواة لنتيجة امتلاء الأفلاك المتتالية بالإلكترونات والمدار الخارجي طبعا بالإلكترونات مما يزيد من المسافة وهذه المسافة قدرناها باسم نصف القطر الذري يعني إذن حجم الذرة يزداد في المجموعة الواحدة السبب هو زيادة عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة بالتالي تصبح لدينا مستويات طاقة ممتلئة تحجب تأثير النواة على مستوى الطاقة الأخير مما يزيد من حجم هذه الذرة ماذا يحدث يا ترى لنصف القطر في الدورة الواحدة؟ في الدورة الواحدة عزيزة الواحد أيضا في الدورة الواحدة يزيد أيضا العدد الذري نلاحظ الهادوجين واحد الهيليوم اثنان بالتتابع والليثيوم ثلاثة والبريليوم أربعة وهكذا إذن هناك زيادة في العدد الذري في الدورة الواحدة طبعا نحن في دورة واحدة إذن المستويات الرئيسية هي واحدة للجميع يعني إذا أنا في مستوى الرئيس الثاني كما في الليثيوم أيضا النيون في المستوى الرئيس الثاني ولكن ما هو سبب اختلاف قوة الجذب بين النواة وبين هذا الإلكترون الأخير؟ يا ترى ما هو هذا السبب؟ ونحن في نفس المستوى يعني أنا في المستوى الرئيس الثاني عندي للليثيوم 1S2 و2S1 ولدي في النيون 1S2 و2S2 و2P6 لدي عشرة إلكترونات طب يا ترى ما السبب الذي يجعل أن الحجم الذري بدأ يقل في الدورة الواحدة؟ كما أن عدد الإلكترونات بدأت تزداد تدريجيا بزيادة العدد الذري وكما سبق وذكرنا أن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجودة داخل النواة وهي أيضا تساوي عدد الإلكترونات المحيطة بهذه النواة كونهم متساويين في المقابل الإلكترونية زيد تزيد عندي أيضا الشحنة الموجبة داخل النواة إذن كثافة أو الشحنة الموجبة المخزن داخل النواة وشحنته الموجبة بدأت تزداد بمقابل إضافة إلكترون وحيد في مستوى الطاقة الخارجي مما يجعل فريق النواة به عدد بروتونات أكبر شحنة موجبة أكبر يزيد قوة جذبه لهذا الإلكترون في المستوى الخارجي ملاحظة دون إضافة مستويات طاقة جديدة نحن في المستوى الثاني لدينا مستويين رئيسيين المستوى الأول والمستوى الثاني إذن عدد المستويات ثابت شحنة النواة بدأت تزداد توفنقوم بإضافة إلكترون واحد فقط على المستوى الخارجي إذن قوة جذب النواة لهذا الإلكترون بدأت تزداد عندما تزيد قوة جذب سوف تشد المستوى الخارجي تشد هذا الإلكترون بالتجاه يصغر من المسافة أو تقل المسافة بين المستوى الخارجي وبين النواة وبالتالي يصغر الحجم الذري وتصغر المسافة التي هي نصف القطر الذري إذن المستوى الرئيسي ثابت في الدورة الواحدة ويزيد كل عنصر عن سابقه بإلكترون وحيد يضاف إلى مستوى الطاقة الرئيسي كما ذكرنا بالإضافة إلى زيادة الشحنة الموجبة داخل النواة مما يزيد من قوة جذب النواة لهذا الإلكترون عزيز الطالب فيقل نصف القطر فتصغر حجم الذري لهذه الدرة في الدورة الواحدة سؤالي الآن ما العلاقة بين نصف القطر لذرة متعادلة وأيونها؟ نأخذ مثلاً ذرة الصوديوم 1S2 2S2 2P6 و3S1 إذن الصوديوم تحتوي في مستواها الخارجي على إلكترون واحد هذه هي الذرة المتعادلة لو هذا الإلكترون أو هذه الذرة اكتسبت قدراً كافياً من الطاقة فإن هذا الإلكترون سوف تفقد طب السبب لأن الصوديوم من الفلزات والفلزات معروفة بأنها تميل إلى فقد إلكترونات طب عندما تفقد ذرة الصوديوم المتعادلة تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى أيون موجب يطلق عليه اسم كاتيون إذن الناتج عبارة عن إلكترون وحيد وكاتيون الصوديوم يعني ذرة صوديوم وتحمل شحنة موجبة طب موجب كم؟ موجب واحد لأنها فقدت إلكترون وحيد نريد أن نقارن الآن بين ذرة الصوديوم المتعادلة في المستوى الأول 1S2 مستوى الثاني ثمانية والمستوى الثالث واحد إذن لديها ثلاثة مستويات طاقة رئيسية هذه هي الذرة المتعادلة طيب بينما كاتيون الصوديوم أنا عندي 1S2 إذن المستوى الرئيسي الأول عنده إلكترونين والمستوى الرئيسي الثاني به ثمانية إلكترونات وأنا خسرت الإلكترونات أو فقدتها الموجودة في المستوى الرئيسي الثالث إذن أصبح عندي كم مستوى عزيز الطالب؟ مستويين فقط إذن بالتالي يصغر الحجم الذري ويصغر المسافة بين النواة وآخر إلكترون في مستويات الطاقة في كاتيون الصوديوم إذن مرة الأخرى الصوديوم ذرة متعادلة لديها ثلاثة مستويات طاقة رئيسية متوجع ومترتب فيها الإلكترونات بصورة متفق عليها كما ذكرنا مستوى الرئيسي الأول إلكترونان المستوى الرئيسي الثاني ثمانية إلكترونان المستوى الرئيسي الثالث ويوجد به إلكترون واحد عندما تتحول هذه الذرة إلى كاتيون أي عندما تثقد إلكترونها فإن تصبح إلى كاتيون إذن خسرت هذا الإلكترون في مستوى الطاقة الخارجي بالتالي يصبح ترتيبها 2-8 فقط بالنسبة للكاتيون إذن أصبح لدي فقط مستويين إذن يصغر الحجم الذري وتصغر المسافة وتزداد قوة طبعا جد من نوالي هذا الإلكترون بالتالي تصغر المسافة ويصغر الحجم الذري هذا بالنسبة للعلاقة بين الذرة المتعادلة وبين الكاتيون إذن دائما الكاتيون لنفس الذرة يكون نصف قطره أصغر من الذرة المتعادلة إذن عندما تكتسب الذرة قدرا من الطاقة فإنها تفقد إلكترون من مستوى الطاقة الخارجي والفلزات معروفة عزيز الطالب أنها تميل إلى فقد إلكترونات أو إلكترون أحيانا فبالتالي تقل عدد مستويات الطاقة الموجودة لديها في الكاتيون بالتالي يؤدي إلى صغر الحجم الذري يا ترى ممكن نتعرف أيضا على العلاقة بين القطر الذري للذرة المتعادلة وبين الأنيون وما هو الأنيون يا ترى الذرة المتعادلة في حالة الكلور هو 17 عدده الذري هو مستوى الرئيسي الأول يوجد به إلكترونان والمستوى الرئيسي الثاني ويوجد به ثمانية إلكترونات والمستوى الرئيسي الثالث يوجد به سبعة إلكترونات هل من المعقول أن يفقد الكلور سبعة إلكترونات للوصول إلى دعات الاستقرار؟ طبيعي لا فالأسهل له أنه يكتسب إلكترون وعندما تكتسب الذرة وهي في الحالة المتعادلة تكتسب إلكترون تصبح أو يظهر عليها شحنة سالبة بمقدار ما اكتسبت إذا اكتسبت واحد تظهر عليها شحنة سالبة واحدة اكتسبت اثنان شحنتان سالبتان وهكذا إذن نريد أن نعرف الآن ما العلاقة بين نصف القطر لهذا الأنيون ونصف القطر للذرة المتعادلة الذرة المتعادلة لديها ثلاثة مستويات طاقة رئيسية في الكلور المستوى الرئيسي الأول ممتلئ بإلكترونان والمستوى الرئيسي الثاني بثمانئة إلكترونات والثالث بسبعة إلكترونات كما اتفقنا بينما أنيون الكلوريد سوف يستقبل إلكترون إلكترون مضاف ولديه هو أساسا في المستوى الخارجي سبعة إلكترونات إذن يا ترى ماذا ينشأ بين السبعة إلكترونات المتواجدة أساسا وبين الإلكترون المضاف تنشأ بينهما قوة تنافر عندما تنشأ بينهما قوة تنافر لا يريد هذا الإلكترون الدخول لأن هناك تنافر بين سبعة إلكترونات متواجدة في المستوى الأخير مما يجعل المسافة تزداد وأيضا هناك سبب أحيانا قد تستقبل الذرة إلكترون مضعف ويدخل في مستوى طاقة جديد لم يكن موجود مما يزيد المسافة بين النواد وبين آخر إلكترون في آخر مستوى أضيف إليه هذا الإلكترون مما يزيد من حجم الذرة ويزيد المسافة وبالتالي يزيد نصف القطر الذري إذن عند اكتساب الذرة إلكترون يزيد من التنافر مع الإلكترونات المتواجدة في المستوى وبالتالي يزيد الحجم الذري إذن كما تشاهدوا معي أن هذا هو الجدول الدوري تقسيم تعرفنا عليها في مجموعات صفوف رأسية وفي دورات صفوف أفقية والآن أول خاصية تعرفنا عليها هو نصف القطر الذري وهو الحجم الذري ولاحظنا أو استنتجنا معا أن في الدورة الواحدة يقل الحجم الذري بزيادة العدد الذري وعرفنا السبب أعزيز الطالب أن في الدورة الواحدة لا يتم زيادة في عدد المستويات وإنما يزيد من شحنة النواة الموجبة بالتالي يزيد قوة جذب النواة للإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي وقوة الجذب هذه تقرب المسافة وتقللها وبالتالي يقل الحجم الذري بينما عزيز الطالب في المجموعة الواحدة نلاحظ أنه يزيد الحجم الذري ويزيد نصف القطر السبب هو أنه بزيادة العدد الذري تزداد مستويات الطاقة الممتلئة بالإلكترونات تمام بالتالي تحجب هذه الإلكترونات تأثير النواة على آخر إلكترون بالتالي يحدث هناك كبر في الحجم الذري سؤال هنا عزيز الطالب تقويمي لهذا اليوم يقول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أحد الذرات العناصر التالية له أكبر نصف قطر قبل الإجابة عن هذا السؤال عزيز الطالب يجب معرفة الآتي أو ترتيب العناصر والتعرف عليها التعرف على أعدادها الذرية لماذا؟ حتى نستنتج هل هي تقع في دورة واحدة أم تقع في مجموعة واحدة هل هو مطلوب مني دراسة الخاصية في دورة أم في مجموعة هنا الصوديو 281 أعداد الذري 11 وأيضا السيليكون وأيضا الكابريت والأرغون جميعهم يقعون في الدورة الثالثة كون العناصر جميعها تقع في الدورة الثالثة المطلوب مني قبل الإجابة على هذا السؤال أرتب الأعداد الذرية أقول 11 بعدين 14 في السيليكون بعدين 16 في الكابريت ثم الأرغون 18 لماذا؟ حتى أقوم بدراسة الخواص لأن الخواص تم دراستها في الدورة الواحدة تدريجيا بزيادة العدد الذري إذن 11 ثم 14 ثم 16 ثم 18 هذا هو الزيادة في عدد الذري الآن أجب عزيز الطالب أيهما يكون أكبر نصف قطر الذي يقع في البداية أم الذي يقع في النهاية الدورة الواحدة كما هو الحال هنا هل هو الصوديوم عزيز الطالب أم هو الأرغون الإجابة هي الصوديوم لأنه يقع في بداية الدورة الثالثة السؤال الثاني تمتاز أحد الذرات بصغر حجمها الذري كما سبق في هذه النوعية من الأسئلة يجب ترتيب هذه العناصر حسب تدرجها في الجدول الدوري هل هي تقع في دورة واحدة أم في مجموعة واحدة بالإجابة على هذا السؤال بمعرفة وحظ الأعداد الذرية عزيز الطالب إذن الصوديوم 11 والسيليكون 14 والكبريد 16 والآن كون 18 الخط ورقم 2 يتم ترتيب هذه العناصر تساعديا حسب أعدادها الذرية إذن 11 ثم 14 ثم 16 ثم بعد ذلك 18 نرجع للسؤال الآن يريد أحد الذرات أصغر الأصغر ماذا يحدث؟ نعود مرة أخرى للشريحة السابقة في الدورة الواحدة ماذا يحدث عزيز الطالب؟ في الدورة الواحدة كلما زاد العدد الذر يصغر حجم الذرة إذن يصغر حجم الذرة إذن معنى ذلك أن الأرغن يقع في نهاية الدورة الثالثة إذن هو الذي يكون لديه أصغر نصف قطر أو أصغر حجم ذرة السؤال الثالث أحد الذرات التالية يمتاز بكبر حجمه الذرة؟ أيضا أقول من جديد يجب كتابة الأعداد الذرية قبل الإجابة على هذا السؤال الليثيوم ثلاثة والمغنيسيوم ثناش والبوتاسيوم تسعة عشر والهادروجين واحد رتب لي عزيز الطالب هادروجين واحد ثم بعد ذلك الليثيوم ثم بعد ذلك عندنا البوتاسيوم عفا المغنيسيوم ثم البوتاسيوم نريد كبر طب الهادروجين 1S1 إذن لديه مستوى رئيسي واحد إذن هذا بديهيا هو أصغر نص قطر إذن يتم إلغاء هذه الإجابة ولا يمكن تفكير فيها نهائيا طيب نعود إلى الليثيوم الليثيوم ثلاثة 1S2 ثم 2S1 إذن أيضا يحتوي على مستويين نقع محتارين الآن نريد العودة إلى السؤال نشاهد معا المغنيسيوم المغنيسيوم الثناش 1S2 و2S2 و2P6 و3S2 إذن هو مستوى الأول أثنان المستوى الثاني ثماني عفا والمستوى الثالث أثنان طيب إذن هو لديه ثلاث مستويات بدنا نكبر في عدد المستويات يدل على كبر الحجم الذري إذن أستثني الآن أي إجابة إجابة الليثيوم سوف يتم إلغائها من التفكير إذن ألغينا الهيدروجين والغينا الليثيوم إذن الآن الإجابة محتصرة بين من ومن بين المغنيسيوم والبوتاسيوم لوزع البوتاسيوم المستوى الأول لديه أثنان إلكترونان المستوى الثاني يديه ثمانية إلكترونات ويعني 1S2 ثم 2S2 و2P6 ثم بعد ذلك 3S2 و3P6 و4S1 لاحظ عزيز الثالب دخلنا في المستوى الرابع إذن في المستوى الرابع يدينا أربعة مستويات طاقة رئيسية مما يدل على أن حجم الذرة ماذا؟ حجم الذرة كبير إذن الاختيار سوف يكون البوتاسيوم إلى هنا تنتهي حلقتنا عن أخاصية نصف القطر الذري عزيز الطالب انتظرني في الحلقة القادمة للتعرف على خواصة جديدة وإلى ذلك الحين أتركك في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة